أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو تحت شجرة قد بسط له فساء وهو جارس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن المنافق إذا مرضى ثم أعفى كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لما عقلوه ولم يدر لما أرسلوه فقال رجل ممن حوله يا رسول الله وما الأسقام والله ما مرضت قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه قال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إليك فمررت بغيظة شجر فسمعت فيها أفواق فراق طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على رأتي فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهم فلفتتهن بكسائي فهن أولاء معي قال ضعهن عنك فوضعتهن وأبت أمهن إلا لجومهن أتعجبون لرحم أم الأفراق فراقها قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده للأم الأفراق بفراقها ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن معهم فراجع بهن حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي وإبراهيم بن مهدي المسيطي المعنى قال حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده قال أبو داود زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسفي عن أبي بردة عن أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم أحدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانث عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضل حدثنا مسدد حدثنا يحيى وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لقض بن بشار عن أبي عامر من خزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن قال أي آية يا عائشة قال قول الله تعالى من يعمل سوء يجذبه قال أما علمت يا عائشة أن المؤمن تطيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن فوث بعذب قال أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاكم العرض يا عائشة من نوقش الحساب عذب قال أبو داود وهذا لقض بن بشار قال حدثنا ابن أبي مليكة حدثنا عبد العزيز ابن يحيى حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن إسحاء عن الزهرية عن عروة عن أسامة ابن زيد قال قرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله ابن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت قال قد كنت أنهاك عن حب يهود قال فقد أبغضهم سعد بن زرارة فمهما فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله ابن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه فنزع رحول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه حدثنا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمار يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سبيان عن محمد بن المنشدر عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بغدور حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا ربيع بن روح بن قلي حدثنا محمد بن خالد حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم متيرة سبعين خريفا قلت يا أبا حمد وما الخريف قال العام قال أبو داود والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضط حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى ينسي وكان له خريف في الجنة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لم يذكر الخريف قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مير عن هشام بن عروة عن عائشة قال لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأجحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيمة في المسجد ليعوده من قريب حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعينه حدثنا القعنبي عن نالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطار عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال 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 عبد الرحمن بن عود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه يعني الطاعون حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محجيب بن إبراهيم حدثنا الجعيد عن عائشة بن تسعر أن أباها قال اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعذا وأتمن له هجرتك حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العام قال سفيان والعام الأسير حدثنا الربيع بن يحيى حدثنا شعب حدثنا يزيد أبو خالد عن المنهال بن عمر عن تعيد بن جبيع عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاك الله من ذلك المرض حدثنا يزيد بن خالد الغملي حدثنا ابن وهو عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبري عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اللهم اشكي عبد ينجأ لك عدو أو يمشي لك إلى جنة قال أبو داود وقال ابن السرح إلى صلاة حدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صحيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت فذكر مثله حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعبة عن منصور عن سمين بن سلمة أو سعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال موت فجأة أخذت أسفه حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارف بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكي فجعل ابن عديد يسكدهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تذكين باكية قالوا وما المجوب يا رسول الله قال الموت قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهادا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر يده وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمطعون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاد أخبرني عمر بن جارية ثقافي حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة قال ابتاع بني الحارث بن عامر بن أوفل حبيبا وكان حبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله فسعار من ابنة الحارث موسى يتحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده ففزعت أزعة عرفها فيها فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذات قال أبو داود روى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عياب أن ابنة الحارث أخبرته أنهم فين اجتمعوا يعني قتلت استعار منها موسى يستحد بها فأعارت حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوم عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلابثها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله ما أقول قال قولي اللهم اغفر له وأعقبنا عقبا صالحة قال فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي حدثنا الضحاف بن مخلد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي عليب عن كثير بن مر عن معالي بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية حدثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان حدثنا أبو إسحاق يعني الفزري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة ابن ذؤي عن أم سلمة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بطره فأغمضه فصيح ناس من أهله فقال لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغسر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله رب العالمين اللهم افتح له في قبره ونوّر له فيه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلي بها خيرا منها حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرية عن أبي سلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب سبرة حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المروزي المعنى قالا حدثنا ابن المبارك عن سليمان السيمي عن أبي عثمان وليس بن نهدي عن أبي عن عقم بن يسار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا يا تين على موتاكم وهذا لفظ بن العلاء حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرق في وجه الحزن وذكر القصة حدثنا يزيد بن خالد ابن عبد الله بن موهب بن الامداني حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف للمعافر عن أبي عبد الرحمن الحبل عن عبد الله بن عمر بن العاط قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ميتا فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه فلما حاذ بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة قال أظنه عرفها فلما ذهبت إذا هي فاطمة عليها السلام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجت يا فاطمة من بيتك فقال أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليه ميتهم أو عزيتهم به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدادة قال معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر قال لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدا في ذلك فسألت ربيعة عن الكدى فقال القبور فيما أحسب حدثنا محمد بن المسنة حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن سار عن أنسن قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقل الله واخبر فقال وما تبالي أنت بمصيبتي فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فلم تجد على بابه بوابي فقال يا رسول الله لم أعرف فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول فضة حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا شعبة عن عاق من الأحوال قال سمعت أبا عثمان عن أسامة ابن زيد أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت ليه وأنا معه وسعد وأحسب أبين أن ابني أو ابنتي قد حضر فاشهد فأرسل يقرئ السلام فقال قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل فأرسلت تقسم عليه فأتاها فوضع الطبيل في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له سعد ما هذا قال إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء وإنما يرحم الله من عباده الرحماء حدثنا شيبان بن فروح حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم فذكر الحديث قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا بك يا إبراهيم لمحزونون حدثنا مستد حدثنا عبد الوارث عن عيوب عن حفة عن أم عطية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد بن ربيع عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده وعن أبي سعيد الخضري قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع حدثنا هناد بن السري عن عبدك وأبي معاوية المعنى عن هشان بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل تعني ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا ليعذب أهله يبكون عليه ثم قرأت وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةُ وِذْرَأُ قَالْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَسَ فَسَكَتَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُوْ مُوسَى قال يذيك لقيت المرأة فقلت لها ما قول أبي موسى لك أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق حدثنا مسدد حدثنا حميد بن الأسود حدثنا الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز على غذرة حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قال كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعروف الذي أخذ علينا أن لا نعطيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشفق جيبا وأن لا ننشر شعرا حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثني جعفر بن خالد عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم حدثنا قصيفة بن سعيد حدثنا معنى بن عيشة وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طحمان عن عبد الزبير عن جابر قال رمي رجل بسفن في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وتيابهم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب وحدثنا سليمان بن داوود المهري أخبرنا ابن وهب وهذا لطف أخبرني أسامة بن زيد الليدي أن ابن شهاب الأصبر أن أنس ابن مالك حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم حدثنا عطمان بن أبي شيبة حدثنا زيد يعني ابن الحباب وحدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس ابن مالك المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مستل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكثنون في الثوب الواحد زاد قتيبة ثم يكثنون في قبر واحد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر قرآن فيقدمه إلى القتلى حدثنا عباس العنبري حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة عن الزهري عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مستل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن ليت حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جاجر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول أيهما أكثر أخذا من القرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحة وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا حدثنا سليمان بن داوود المهري حدثنا ابن وهم عن الليث بهذا الحديث بمعنى قال يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد حدثنا علي المسهل الرملي حدثنا حجاج عن ابن جريد قال أصبرت عن حبيب ابن أبي ثابت عن عاطم ابن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخ ذك ولا تنظرن إلى فخ حي ولا ميت حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن دبي قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغفله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في قدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويجلكونه بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلتم الأمري ما استدبر ما غسله إلا نساء حدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا مسدد حدثنا حماد بن زير المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عاطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغتلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن ضعيتم ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني ولما فرغنا آبنا فأعطانا حفوه فقال أشعرنها بيا قال عن مالك يعني عزارك ولم يقل مسدد دخل علينا حدثنا أحمد بن عبدة وأبو كامل بمعنى الإسناس أن يزيد بن ذريع حدثهم حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفظة أخته عن أم عاطية قالت مشطناها ثلاثة قرون حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن حفظة بن سيرين عن أم عاطية قالت وضفرنا رأتها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأتها وقرنيها حدثنا أبو كامل حدثنا إسماعيل حدثنا قالت عن حفظة بن سيرين عن أم عاطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم في غسل ابنته ابدأنا بميانينها ومواضع الوضوء منها حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عاطية بمعنى حديث مالك زاد في حديث حفظة عن أم عاطية بنحو هذا وزاد فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتم حدثنا هجبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قسادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عاطية يغتل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الغزاق أخبرنا ابن جريح عن أبي الزبير أنه سمع جاذر ابن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائم وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يطل عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخا فليحسن كفن حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب صبرة ثم أبخر عنه حدثنا الحسن بن الصباح البزاز حدثنا إسماعيل يعني ابن عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب يعني ابن منبه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكثن في ثوب سبع حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي أخبرتني عائشة قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة حدثنا قسيبة بن سعيد حدثنا حفظ عن هشام بن عروة عن عبيه عن عائشة مثله زاد من كرسف قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيء قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن يقسم عن ابن عباس قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أسواب نجرانية الحلة ثوبان وقمصه الذي مات فيه قال أدو داود قال عثمان في ثلاثة أسواب حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عمر بن هاشم أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب قال لا تغالبي في كفن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا كفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمر كنا إذا غطينا بها رأته خرج رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأته واجعلوا على رجليه شيئا من الإذكر حدثنا أحمد بن صالح حدثني ابن وه حدثني هشام بن ساعد عن حاسم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبي عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني نوح بن حكيم الثقافي وكان قارئا للقرآن عن عجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلى بنت قانف الثقافية قال كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرق عن أبي سعيد للخضرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسيح حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال حدثنا عيسي قال أبو داود هو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة وقال عبد الرحيم عروة بن سعيد من الأنصاري عن عبيه عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني بس وعجلوا فإنه لا يندغي لجيفة مسلم أن تحبث بين بخراني أثله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمر بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضى حدثنا حامد بن يحيا عن سفيان عن سهير بن أبي صالح عن أسحاق مولى ذائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال أبو جاود هذا منسوخ وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجديه الوبو حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عاطم بن عبيد الله عن قاسم عن عائشة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثنان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تثير حدثنا محمد بن حاسم بن بزيع حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمر بن دينار أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع قوته بالذكر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن مبيع عن جابر بن عبد الله قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فردتناهم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن محمد بن إسحار عن يزيد بن أبي حبيب عن مرسد اليزري عن مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاءهم ثلاثة صفوف للحديد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن حفظة عن أم عاطية قال نهينا أن نتبع الجنائز ولم يُعزم علينا حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة يرويه قال من تبع جنازة فقال الله عليها فله قيراط ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين للهرويه قال حدثنا المقرئ حدثنا حيوة حدثني أبو صخف وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قصير حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاط حدثه عن قبيه أنه كان عند ابن عمر بن الخصاب إذ طلع حباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رقول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فذكر معنى حديث سفيان فأرسل ابن عمر إلى عائشة فقال صدق أبو هريرة حدثنا الوليد بن شجاع مستكوني حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريم عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يحركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد وحدثنا ابن المسنة حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب يعني ابن شساد حدثنا يحيا حدثني باب ابن عمير حدثني رجل من أبل المدينة عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار زاد هارون ولا ينشى بين يديها حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن زهري عن سالم عن أبي عن عامر بن ربيعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع قال أبو داود روى هذا الحديث السوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع في الأرض ورواه أبو معارية عن سهيل قال حتى توضع في اللحة قال أبو داود وثفيان أحفظ من أبي معاوية حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا أبو عمر عن يحي بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم حدثني جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا جنازة فقام لها فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهودي فقلنا يا رسول الله إنما هي جنازة يهودي فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقو حدثنا القعنبي عن مالك عن نحي بن سعيد عن واقذ بن عمر بن سعد بن معاذ الأنصاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائز ثم قعد بعد حدثنا هشام بن بهرام المدائني أخبرنا حاتم بن إسماعيل حدثنا أبو الأصباط الحارثي عن عبد الله بن سليمان بن جنازة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في المحلة فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجهسوا خالفوهم حدثنا يحيى بن موسى البلخي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوك عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأباء يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له وقال إن الملائكة كانت تمشي فلم تكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا فركب حدثنا عبيض الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن خماس سمع جابر ابن ثمر فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحتاح ونحن شهود ثم أتي بفرس فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله حدثنا حدثنا القعنبي حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنة حدثنا وهو بن بقية عن خالد عن يونس عن زياد بن جبير عن أبي عن المغيرة بن شعبة وأحفظ أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والناشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يتارها قريبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المساعد عن أبي هريرة يمجغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان ابن أبي العار كنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة فرفع قوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رمنا حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارف وحدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عيينة بهذا الحديث قالا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة وقال فحمل عليهم بغلته وأخوى بالصوت حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجبر قال أبو داود وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب إن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار والجنازة مدهوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها قال أبو داود وهو ضعيف هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابة قال أبو داود وهذا كوفي وأبو ماجدة بصري قال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يعرف حدثنا ابن نفير حدثنا زهير حدثنا سماك حدثني جابر بن سمرة قال مرض رجل صفيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد ماء قال وما يدري قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع ففيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت فرجع ففيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر فقال الرجل اللهم العن قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد ماء فقال وما يدريك قال رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه قال أنت رأيته قال نعم قال إذن لا أصلي عليك حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي بردة الأسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن اتقالات عليك حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعب حدثنا أبي عن ابن إسحاب حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا هلناد بن السري حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت البهية قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعي قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القاعقاء عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة قالت والله ما قل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاق يعني ابن عسنان عن أبي النضر عن أبي سلم عن عائشة قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبني بيضاء في المسجد تهيل وأخيه حدثنا نسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء أعلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت الأبي يحدث أنه سمع عثم بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب أو كما قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهي بن الرملي حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قتادة وابو هريرة فقالوا هذه السنة حدثنا جاود بن معاذ حدثنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناف كثير قالوا جنازة عبد الله ابن عمير فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كتاء رقيق على بريدينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس فقلت من هذا الدقان قالوا هذا أنس بن مالك فلما وضعت الجنازة قام أنس فطل عليها وأنا خلفه لا يقول بيني وبينه شيء فقام عند رأته فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرع ثم ذهب يقعد فقالوا يا أبا حمد المرأة الأنصاري فقربوها وعليها نعش أخطر فقام عند عجيزتها فطل عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس فقال العلاء بن زياد يا أبا حمد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاة يكبر عليها أربع ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال نعم قال يا أبا حمد غذوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غذوت معه حنينا فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحكمنا فهدمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحكمنا لأضربن عمقه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تبت إلى الله فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفل الآخر بنذره قال فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال الرجل يا رسول الله نذري فقال إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك فقال يا رسول الله ألا أومط إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لنبي أن يومد قال أبو غالب فسألت عن صنيع أنس في قيانه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني أنه إنما كان بأنه لم تكن النعوش فكان الإمام يقوم فيال عجيزتها يسجرها من القوم قال أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قتب حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا عبد الله بن بريدة عن ثمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ناتت في نفاتها فقام عليها للصلاة وسطها حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا إذن إدريف قال سمعت أبا إسحاق عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر غطب فصفوا عليه وكبر عليه أربعة فقلت للشعبي من حدثك قال أسلقة من شهدة عبد الله بن عباس حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن المثنن حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمر بن مرر عن ابن أبي ليلى قال كان زيد يعني ابن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها قال أبو داود وأنا لحديث ابن المثنة أفقن حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوفي قال صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء حدثنا أبو مهمر عبد الله بن عمر حدثنا عبد الوارد حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار حدثني علي بن شمار قال شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجناة قال أما عن الذي قلت قال نعم قال كلام كان بينهما قبل ذلك قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بترها وعلى ليدها جئناك شفعا فاغفر لك حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا شعيب يعني ابن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا ومجتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنتانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجرح ولا تضلنا بعده حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا الوليد وحديث عبد الرحمن أتم حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن واسلة بن الأسع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك فقهي فتنة القضر قال عبد الرحمن من ذمتك وحب جوارك فقهي من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم قال عبد الرحمن عن مروان بن جناح حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة ثوداء أو رجلا كان يقم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل ما فقال ألا آذنتموني به قال دلوني على قبره فدله فصلى عليه حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن فعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وطف بهم وكبر أربع تكبيرات حدثنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي برد عن أبيه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه قال النجاشي أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحملا عليه حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا سعيد بن سالم وحدثنا يحيى بن الفضل السجستاني حدثنا حاكم يعني ابن إسماعيل بمعنى عن كثير ابن زيد المدني عن المطلق قال لما مات عثمان بن مبعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن زراعيه قال كثير قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض زراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد يعني ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحظة لنا والشق لغيرنا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال غفل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره قال وحثثني مرحف أو ابن أبي مرحف أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله حدثنا محمد بن الصباح أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحف أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إليهم أربع حدثنا عبيض الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال أوصل حالك أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد وصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن المنهال بن عمر عن زاذان عن البراء بن عاذي بن قال فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنفار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه حدثنا محمد بن كثير وحدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا همام عن قتادة عن أبي صديق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رفض مسلم حدثنا مستد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي عليه السلام قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوار أباك ثم لا تحسسن شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاقتسلت ودعاني حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن حميد يعني ابن هلال عن هشان بن عامر قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحد فقال أصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قيل فأيهم يقدم قال أثرهم قرآن قال أصيب أبي يومئذ عامر بين اثنين أو قال واحد حدثنا أبو صالح يعني الأنطاقي أخبرنا أبو أسفا يعني الفزار عن الثورية عن عيون عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه زاد فيه وأعمق حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير حدثنا حميد يعني ابن هلال عن سعد بن هشان بن عامر بهذا الحديث حدثنا محمد بن كثير أخبرنا صفيان حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدية قال بعثني علي قال لي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا ثويته ولا تمثالا إلا تمثق حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا ابن وهب حدثني عمر بن الحارث أن أبا علي الهمداني حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد برودس من أرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته قال أبو داود رودس جزيرة في البحر حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فدي أخبرني عمر بن عطنان بن هان إن عن القاسد قال دخلت على عائشة فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة لبطحاء العرصة الحمراء قال أبو علي يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر عند رأته وعمر عند رجليه رأته عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتسبيت فإنه الآن يسأل قال أبو داود بحير ابن ريسان حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ساب عن أنت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقرح الإسلام قال عبد الرزاق كانوا يعطرون عند القبر بقرة أشاب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انقرر حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إذن المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على خطل أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبيح أنه سمع جابرا يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفظ بن غياء عن ابن جريح عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث قال أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف وأمن حدثنا الأعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابة حتى تخلص إلى جلد خير له أن يجلس على قبر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد قال سمعت واتلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد من الغنوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها حدثنا سهل بن بكار حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير استدوسي عن بشير بن نهي عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتي ويحك ألق سبتيتيت فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرما به حدثنا محمد بن سليمان الأنباري فحدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن تعيد عن قتال عن أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعامه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمال بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نظرة عن جابر قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد تفتة أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يل الأرض حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن فعر عن أبي هريرة قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شررا فقال وجبت ثم قال إن بعضكم على بعض شهداء حدثنا محمد بن سليمان الأنبالي حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يبذن لي فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر بالموت حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف بن واطل عن محارب بن ديسار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكر حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن محمد بن جحاد قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثني عمر بن دينار عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال كفنوه في ثوبين واغتلوه بماء وسدر ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي قال أبي داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن كفنوه في ثوبين أي يكفن الميت في ثوبين واغتلوه بماء وسدر أي إن في الغفلات كلها سدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا وكان الكفن من جميع الماء حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيل المعنى قال حدثنا حماد عن عمر وأيوب عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس نحو قال وكفنوه في ثوبين قال أبو داود قال سليمان قال أيوب ثوبين وقال عمر ثوبين وقال ابن عبيل قال أيوب في ثوبين وقال عمر في ثوبين زاد سليمان وحده ولا تخنطوه حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس بمعنى سليمان في ثوبين حدثنا عسنان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس قال وقفت برجل محرم ناقته فقتلت فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا